جورج أنت منه أنا جورج خباز ممثل وكاتب ومخرج جعوبك بعمق أكتر أنا إنسان يبحث دائماً عن معنى لوجوده ما فيك تبني شيء زي ما بنيت إنسان نحن وصغر بعلمونا نكبر بالعرض مش بالطول يعني ندعس عبعضنا نحن عم نكبر ما عرف شو مفهوم السعادة والفرح الفرق بينهم في نقل لك هيك شيء شاعري شوي الفرح موجه سعادة بحر ما فيك تكون بحر بس الألم لابد منه نحن منولد بالألم ومنعيش بالألم ومنموت بالألم آخر مرة بكيت صعب هالسؤال بس مرة أنا كاتب شغلي بتقول رجعي يا هيك الأيام رجعي عخي للأوهام رديني أنا طفل صغير عيونه بتلمع بالأحلام رديني أنا طفل صغير بيت شيطن وما بينلام قبل ما نشوف الحلقة لا ننسى نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس أقول جورج صح؟ ما بتجورج اس؟ جورج اي جورج بس ليش في اس آخر شيء؟ الفرنسوي بكتبوها مع اس الانجليز بالأس ما بعرف هد ما فيه جورج يمكن تحطوه لأس هد ما اكتر جورج انتم فعالاتكم كم وحابوك بعد جورج صح؟ حابوك جورج كمان فبداية هلا ومرحبا جورج بصراحة كيف حالك؟ والله سؤال كبير وانه هو صغير سؤال بالحجمين كيفك؟ سؤال صغير بس حسب والله يا انس اوقات منيح اوقات مش منيح اوقات وسط حسب خاصة اخر ثلاث سنين بلبنان صرنا عايشين كل يوم بيوم بسبب الظروف اللي كلنا منعرفها الاقتصادية والامنية وانفجار بيروت والكورونا لصابت الكل بس نحنا صابنا قصص كتير خاصة الازمة الاقتصادية فصرنا عايشينك اليوم بيومه وفدك تسألني اليوم كيفك؟ بقول لك منيح منيح؟ لا مبسوط أنا هلا معك هادي واحدة من القصص اللي خلتني يكون منيح الحمد الله ولو عنا لوحة بيضة فاضية وقلت لك جورج ارسملي حالتك النفسية شو ترسم؟ اذا بديكون صادق معك وارسم شي بيشبه الوضع اللي انا فيه هلا بتركها بيضة لانه كل ما كترت الضبابية كل ما بيض اللون فنحنا حالتنا ضبابية هلا مش بس بي لبنان كل العالم نحنا بحالة ضبابية بلون أبيض حاجب الرؤية فبتركها بيضة ليش تحس انه نحنا اليوم في العالم عنا هال هالمساحة البيضة ما بسميها حتى مساحة البلوك هذا الجدار الأبيض اللي انت هزي تقول نحنا ما عايز نشوف شو قصدك؟ بتحس انه بالانسانية عم تخف كتير يمكن تبلش تنقرض كمان عم تحول لآلات لا لا استهلكيين ما عاش فيه قيم ما عاش فيه مبادئ متل قبل كله صار استهلكي وسريع متطلبات الحياة تغيرت وصارت الحياة سريع على درجة ما عاش نستمتع باللحظة هاي اللحظة اللي ما منملك غيرها فحس الماضي مضى خلص بقاش فينا نغير في شيء والمستقبل مجهول ما فينا نعرف عنه شيء تفعليا تملك هاي اللحظة هاي اللحظة ما عاش عم نعرف حتى نملكها ونعيشها بعمقه و بصدقه و هذا شيء ينعكس عليك ونعكس على انسانيتك وعلى سلوكك اليوم لماذا تحس لماذا تحس ان انسانياتنا خفت؟ تحس التكنولوجيا والميديا ماذا يصبح البيت والتربية؟ كله اللحق بعضه التواصل الانساني اختلف المنهج التربوي اختلف أصبح المنهج التربوي شوي إن كان بالبيت أو بالمدارس أصبح طلقينة زيادة عن زوم مش تفاعلي لم يعد هناك تفاعل بين الناس مثل قبل هايدي الزي هلأ إذا بدك تعيد واحد بتعيده على الواتساب و إذا بدك تعزي حدا مات مات له حدا بتعزيه بتعزيه على الواتساب وبتضرب له تلف ما عاش في هايدي الالفي عم بطيك مثل بسيط بس بنعكس على كل تصرفاتنا اليومية فهذا التفاعل الإنساني اليومي المباشر مع بعضنا خفي كتير لأنه متطلبات الحياة الاستهلكية بالحياة كثرت هذا اللعين اما أنت تعرف än هالموضوع وايد يلعف مخي البارحة جورج كنت ينتبه في الحديقة آآ جالس وشفتiber Planet شباب ن Present و ربان 14 إبدا أو 13 p.m wood المرحانة مالسين وصالف واحد واقف على المرحانة مش جالس ويسولف مع الشاب ويضحكون فقدت كانت معي مديرة البرنامج أقول لها كيف حلو يعني هذي اللي عمرهم 14 سنة 15 سنة يعني عموه من هذي اللي على التلفون ولا جيمز عشان هاي طفولتي بس استوات شي نادر فيوم أشوفها أبقى صفق مو بشي شاسع ومألوف للاسف وداماً أفكر هل بيكون في أجيال لعبة كرة هل بيكون في أجيال لعبة سلة عشان ما حد يس يلعب يعني اللي يس يلعبون أقلية قبل كل حد كان يلعب أنت وأنا وأي حال موجود ما عندك شي تسوي تطلع تروح تلعب لأن المغرب ترجع البيت فداماً كنا في الحارة وداماً كان في هالتواصل الإنساني المتنمر والمسكين اللي في لعيب كرة الوسيم اللي يضحك اللي تنكت اللي يتمثل فكنت أنت هالتجارب تمر فيها كل يوم وتواصلك الإنساني اللي اجتماعي بعد بسميه كان عالي صح اليوم الولد يطلع من البيت ما يعرف حتى يشوفك في عيني مرات أنا أيلس مع ناس ما يقدرون يشوفوني في عيني صح نحن نتواصل على أيامنا نحن محظوظين نحن محظوظين لحقنا شوي من قبل التكنولوجيا أذا بده واتمهاينا مع الطبيعة ومع الألعاب اللي عم تحكي عنا الرياضية والعلم الاجتماعي اللي بتاخدوا بالفترة من أصدقائك المتنوعين من كافة شرائح المجتمع هلأ فيه مسئولية للأهل على الأهل كتير مهمة وبعتقد البعض وعيلها مش نهاك بيأخذوا أولادهم على الاتفاتيز على يعلمون فني يعلمون رياضة لحتى يعودوا شوية اللي عم بيصير معهم بالمقابل يعني لوان اخدتنا التكنولوجيا لوان اخدتنا الميديا بينهللان ما حدا بيعرف إلا إيجابيات أكيد ما بدنا ننكر بس سلبياتها كمان ما نهاينة تعرف أتوقع السلبيات موجودة شوف مثل أنا دائما أقول الجقارة لها عمر معين لما تقدر تروح السوفماركت وتشتريه عشان يشوفون هل العمر المناسب لأنك تقدر تأخذ قرار واعي الكحول نفس الشي بعض الأماكن اللي تسافرها ولتطلع لها لازم تكون من سن معين تسوق سيارة لازم رخصة السوشيال ميديا والتكنولوجيا ما فيه أنت لو أبو ولا أم كسلان وما تبقى تهتم في الولد تعطي لأيباد وما تعرف شو هازي يشوف شو هازي برمج مخة نحن تعلمنا واحد أشياء في وقتنا المناسب تعلمت أنك أنت بتبلغ يمكن من كلام الأولاد في المدرسة بس بعد يمكن أمك أبو قالتك حبيبي أنت بيطلع لك شنب وكذا بيصير لك وجسمك بيتغير آه أوكي وتتثقف اليوم واحد عمره أربع سنين يدخل على الانترنت يشوف الله يعلم شو يشوف مفاهيمك كلها متل أخبطة ولو أنت ما بنيتها العلاقة بينك أنت وولدك أنه ولدك يقول بابا سمعت شيء في المدرسة شو رايك وما تجد صح هالمفهوم عشان ما عندك أصنع هالجسر الولد راح فهني أنا متخوف منه وايد والله أنا بشكرك على هذا الاستطراض لأنه بيصبي بالسؤال اللي سألته أنه لاش عم حس أنه راحين على المجهول بالمفهوم الاجتماعي والإنساني بعتقد هلأ كمان أنت فصلته بطريقة كتير منيحة يعني تعرف جورج أنت قولي رايك بس لما نحط حدود ولا قواعد ولا أساليب استخدام هالأدوات اللي صدق لها إيجابية عالية اليوم تقدر تكتب أساي كامل من الإي آي تقول أنا أكتب عن تاريخ كذا 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 اللي صار في سوريا وبعدها اجمع لي قارن لسوريا مع اليابان وفي عشر ثواني يعطيك مقالة كاملة صح يقارن لك تاريخين في شيء مطبيعي من ناحية العلم ولكن أي أداة مطرقة الهامر ولا السكينة أعطي حق واحد عمرها ثلاث سنين غير ما أعطيه واحد يقصلي لحم فهني التخوف أنه ما فيه يعني سبه ليلة يلا حبايبي استعملوا اللي تستعمل أنت باتتعمل واحد عادي بدون والدك يصار ليس ساعة أربعة كيفك وهذا لأ ساعة ثمانة يوقف طلقين خطر كتير طلقين خطر ممكن يكون شيء إجابي ممكن يكون شيء سلبي مش ناك أنا بالمناهج تربوية عطول بقول لازم نحط نغير مناهجنا وتصير مناهج تفاعلية في مقولي بتقول علم الولد يرسم العصفور بيبطل يقوصه عن كبر فكيف بالحر إذا بتعلموا موسيقى ومسرح وفن ورياضة وشعر ورأس بتعلموا يرسم النفس البشرية بتعلموا يحب حاله بالمعنى الإيجابي وهذا الحب ينعكس على غيره فهلأ بالمدارس ببلاد المتطورة مثلا واحد من الدروس بيحضروا كفيلم سينيما مثلا مثل موسيقى وبيقعد الولد بيحضر وبيحفظ أغاني بيحفظ شعر بيحفظ رأسات وألوان كوريغرافية وسينيغرافية وكل هودو الإخبار شو الامتحان أصلا ما عاش فيه امتحان هادي مين أول مين تاني مين تالت هادي الكمبيتشن والسبق على العلمات ما عاش فيه منها كل واحد هو ميستو هو شطارتو لأن إحنا وصغار بعملنا نكبر بالعرض مش بالطول يعني ندعس على بعضنا نحن عم نكبر فيه منافسة من بدو يطلع الأول وهادي كارثة مسئلة المنافسة كارثة سببت لنا كتير مشاكل فهلأ بيحضر الولاد شو الامتحان أو إذا بدك الجدل حول هالفين بيقلوله نقي الشخصية اللي حبيتها مثلا من فيلم Sound of Music من هالسبع أولاد مين اخترت فالولد بيختار بيقول لا اخترت هالشخصية اخترت لأنه هاك لأنه هاك لأنه هاك لأنه طب انت شو بتشوفه بيعمل بعدان بعد الفيلم بعد ما خلصت القصة شو بتتمنى انه يصير معه شو بتتمنى انه يكون بصير فيه تفاعل وأخده عاطة غير انه عم يتعلم لغة وعم يتعلم موسيقى وعم يتعلم رأس وعم يتعلم إنسانيات بشكل أو بآخر وانت ككبير عم بتناقشه الولد عم تاخد منه الأبعاد النفسية طبعه يعني لما بنقي هالشخصية دك تعرف لا نقيها طب سيب تسأله فبتعرف شو عم يمرق معه هدا الولد شو الباجراند طبعه بشكل أو بآخر العائلة أو الاجتماعي أو البيئي أو 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 بيجي هون دور لبسيكولوجي ساعده انه يعرف الأسباب طيب هل شو بال إذا بدك بالعلاج إذا فيه من علاج أو إذا فيه من مشكلة وكلنا بيوم لقيها ممكن عندنا مشاكل أو عقا الدماء أو قصص دفينة ما بنعرف نقولها ما بنعرف نعبر عنها فمش نهاكل مناهج تربوية كتير مهمة تربية هي أهم شيء وإذا من نفرض بالمناهج تربوية المواد الفنية وتكون علماتها توازي المواد العلمية أنا برأيي من ارتقي أكتر بالإنسان وبالمجتمع بشكل عام ما فيك تبني شيء إذا ما بنيت إنسان ما فيك تبني وطن إذا ما بنيت إنسان ما فيك تعمل فن إذا ما عملت إنسان ما فيك تعمل شيء إذا ما عملت إنسان بالأول دك تبني إنسان بعدين هذا الإنسان لوحده بيزاهر حسب موهبته وحسب قدراته كلام حلو تعرف أنا أحب عقلي وايد يمشي من المنطق وأنا أتفق معاك 100% إن المواد الفنية لازم تكون مجبورة ولازم لها الوزن اللي مثل ما أنت قلت المواد العلمية والمنطق اللي لعب مخي وأنت تقول المواد الفنية تستعمل جميع حاسيسنا كبشر بيدك تركب وتعدل وكذا وتشم وتطبخ وهذا يسترتقي واتقف نفسك كإنسان فبالمنطق أنت ستطور هالإنسان ما يسي تقول ما قدر أطوره لو لعب رياضة خلا نقول في حصة الرياضة فيها اليوم أولاد يقول لك ما بقى لعب رياضة ويقول لك عادي لا تلعب حبيبي حتى ولأنت مبلعيب فقط مجرد تكون في فريق أنت وقف هناك أنا بوقف هناك وسلوب أنك تعطي هالأمر أن الشخص الثاني ما يزعل والسلوب أنك تحفز هذا تقول لي يلا بني بقول هذا كله ترى حتى بالفن مش ضرورة كل التلميذ يطلعوا فنانين بس بكفي أنه يطلع مزوق بيعرف يشوف بيعرف يحضر بيعرف يحلل بيعرف يحلل وبيعرف ينتمي وبيعرف يقارن وبيعرف ياخد العبرة ويعمل لها ويعمل لها يعمل لها يعمل لها ويعمل لها مقارنة على حياته حتى يستفيد من هذا الشيء اللي شافه ومش بالضرورة يطلع فنان تلميذ عندك أربعين تلميذ بالصف عم تعلمهم مسرح يمكن واحد أو اثنان يطلعوا ممثلين بس البقية بيطلعوا مشاهدين مناح وبشر أحسن وبشر أحسن انت فعلت حاسيس فيهم ومواهب فيهم حتى لو خلينا نقول تعرفين منلعب الفيديو جيم حتى الأيام أول يعني تشوف اللاعب يعطيك السرعة كذا القوة كذا القفزة كذا في بار صح واحد يكون قفزته أكثر على ثاني الإنسان اللي دخلته الفن يمكن إحساسه في الطبخ بتشوفه عالي بس يمكن الرسمه طعيف بس غناءه قاعد انت ستطور حتى لو ثلاث أربع درجات بس أحسن عن صفر طبع إنسان أفضل انه طلع يعرف شو انتيرير ديزاين تعلمت اه الكرسي يتحطها مايستو يتحطوا هذا الشيء اه اوكي في يوم يروح يصمم بيت يقول اتذكر والله في المدرسة قالوا لنا الشيء بسيطة أنس صديقي أنا بقول عطول في نعمتين بالحياة كتير كبار أول نعمة اكتشاف الموهبة لأن ما حدا بهذا الدنيا ما انه موهوب الموهبة بده بيقى حاضمة مثل النبتة إذا ما سقيتها بتموت بده بيقى حاضمة كل إنسان موهوب بشيء مواهب ألاف لا تعد ولا تحصى فيها تكون فن فيها تكون رياضة فيها تكون سقافة فيها تكون أمومة فيها تكون خدمة اجتماعية فيها تكون دعوة فأنت أول نعمة تعطيها لهذا الولد يلو بده يصير فيه مبعد راشد في المجتمع أول نعمة تعطيها هو اكتشاف هذه الموهبة يعرف حاله شو أدواته لأ من خلال هالموهبة بده يلعب دوره بالحياة تاني نعمة توظيف هذه الموهبة بالمطرح الصح في كتير ناس عاشت عهامش الحياة لأنه ما اكتشفت موهبتها في كتير ناس اكتشفت موهبتها بس كمان عاشت عهامش الحياة لأنه ما توظفت الموهبة بالمطرح الصح راحت هباء مثل ما بيقولوا بس أنا واحد من الناس اللي كنت محظوظ أنه كنت ببيقى حاضنة يعني أهلي انتبهوا شو بعرف أعمل أو بشو بتميز وحضنوا هذا الشيء ودعموه ولهلأ أنا بفتخر بأهل بيعرفوا شو بيقدر يعمل ابنهم وكيف قادر يلعب دوره بالحياة من أي باب فكتير ناس ما عارفوا الكود ما عارفوا الباسورد للأسف صح لو أسألك يا جورج أنت منه؟ أنا مين؟ هم 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 الجواب التراديشنال أنا جورج خباز ممثل وكاتب ومخرج مسرحي وتلفزيوني وسينمائي وفي بعض الأحيان منتج لبناني بس إذا بد جعوبك بعمق أكتر أنا إنسان يبحث دائما عن معنى لوجوده هم بالوعي أو بالله وعي أنا وصغير لهلأ طبعا وصغير ما كنت واعي بس دائما أنا في حالة مراقبة وشفت وتخزين ومن ثم ترجمي باللي بعمله دائما بحالة بحث عن معنى غالي حقيقي وعميق لوجوده سبب وجوده في هذه المنظومة الغير العادلة ياللي منسمي الحياة مشان هيك أنا اطلقطت بالفن أكتر لأنه غير الموهبة وغير إنه هاي الباشن تبعي الفن كتير بساعدك على تعمق في البحث على تعمق بذاتك و بعمقك و بصراعاتك و جدلياتك و بساعدك بالبحث عن معنى هم هلأ تمقت فلسفة كتير يمكن ما يكون في معنى يمكن المعنى هو إنه ما تلاقي معنى يمكن بس شو بعمل عندي محكوم بالفضول بالحشرية هيدا كاركتير إنه بدي أعرف بدي أعرف لاش و كيف ما بهمني لوين كان يهمني لوين الزمنات وبعدين كان يهمني كتير وصلت لقناعة إنه هلأ بهمني أنا أعرف حالي أكتر لا استثمر السلام اللي فيي لا أكتر ولا قد استثمر لأنه لا عيش بسلام بس يعرفت يعني يعني بحاول أنا عم ببحث أني أبحث بأخلاق مش لأن تبقى عندي كتير أخطاء أنا إنسان يعني بس بجرب قدمة فيي قدمة فيي أني أبحث بسلوك أخلاقي وهدا شي عن قنانية لأجل السلام الذاتي لأنا ارتاح ارتاح رياحة حقيقية مش كامل إلا ما فيي شي كامل طالما أنت لحم ودم ووقت ما فيي شي كامل بس بتجرب قدمة فيك تقرب على نوع من الراحة وليس السعادة كنت فكر أنا كمان إنه ممكن يكون فيي شي اسمه سعادة لا فيه فرح بالحياة متل ما فيه حزن ما فيش سعادة مطلقة إلا ما تفلط من الوقت هادي بعض قناعة يعني بينما إنك إنك تعيش بسلام تقدر تقدر رغم كل الظروف الغير مسالمة حولك تقدر تعزل حالك إذا مرست تراكم تقوص المصالحة مع الذات يلي بتنعكس على الآخر على المصالحة مع الآخر ما بعرف مشاربك الجملة شوية ولا ماشا؟ لا أنا لخصت جوابك كله في مخي يعني من أنت آخر شي إنسان عندك فضولك استثمرت في فنك عشان الفن عبر عن عن فضولك هذا وعندك يمكن المرون أنك تستكشف نفسك ومن ناحية استكشافك لنفسك هو الأسئلة الوجودية اللي نحن فيها الحياة وحلو إن هدفك السامي هو راحة البال عشان أنا تكلمت حتى كنت في مقابلة من قريبة فإنما تكلمت أرقيت أوه ها جوابي سألني المحاورة والمدياقة قال لي هل أنت سعيد أنس قلت لها قلت لها أظن هالهدف راحة البال مش السعادة سعادة مؤقتة تفرح سجلت قول بعد ستين ثانية هذا فرح مش سعادة سعادة كلمة كبيرة وايد وما حسا تنطبق ما حدا بيوصل للسعادة يعني ما عارف شو مفهوم السعادة والفرح الفرق بينهم أنا بقول لك فيني أقول لك شي شاعري شوي الفرح موجة موجة بالبحر سعادة بحر ما فيك تكون بحر ما فيك بس عم جارة بقرب لك الصورة صورة حلوة بس الفرح مشكلتك أنه الفرح بها الحياة بده مجهود بس الألم لابد منه نحن منولد بالألم ومنعيش بالألم ومنقلق من الألم ومنموت بالألم لابد منه هو الحياة الألم هو الحياة نحن منعمل مجهود لنفرح ومنحول كل هذه ما رح سميها بشاعة تما يزعلوا مني الكتار رح سميها منحول كل هذه المنظومة الغار عادلة إلى شعرية ما إلى شعرية ما بس لحتى لنبلع هذا الوجود بالتي هي أحسن لأنه محكمين فيه نحن فيه نحن فيه ما فيك ما فيك تكرهه تكون عم تكره حالك ما فيك تكره هذا الوجود ما فيك تكره حالك ما أنت جزء منه فأنت شو بك تعمل؟ بك تعمل أدابتيشن يعني مش أدابتيشن حتى الكلمة صغيرة أدابتيشن بدك تعمل تجرب تتحوله لشيء آخر مش هك الفن برجع للفن عطول لأنه أنا أنا والفن عشرة عمر فالفن قادر أنه يحول كل شيء إلى شيء جميل حتى الواقع المر حتى إذا بتسمع غنية حزينة نابعة من فراق أو كذا بتسمع شيء جميل إذا معمول بيصدقوا باحتراف الفرح بيعملوا جميل و بيوسقوا بيعملوا أكتر جميل بيعملوا شاعر أكتر و بيعملوا غير مؤقت كمان الفن بيوسق الفن الحقيقي الأصلي بيخزن بذاكرتك أشياء جميلة ولو منطلق من واقع مرير فمش نهايك أنا ملقط ملقط بالفن ومش بس ملقط بالفن أنا ببشر بالفن يعني بنصح كل إنسان أنه يلتج للفن إن كان فنان أو مشاهد أو أو أي إنسان يلتج للفن بس لحتى لي ما ينصدم فيما بعد بواقعية و أنا شفين الحياة لو نرجع عن طفولتك كيف كانت طفولة جوج؟ طفولة حلوة بس فيها إلا وجهان وجهان الوجه الأول إنه أنا كنت من عمر سفر لعمر عشرة 11 سنة ولد جدا هادئ ولد جدا حالم ولد رومانسي إذا ما بتحكيني ما بيحكي وبسرح أنا بقعد كنت بالمدرسة غير مطرة حتى بأفكاري ما بروح غير مطرة أنا خلص بغيب بقلي باية مثلا فوت جيب لي مية فوت على المطبخ بنسى شفاية جيب كان عندي هيك كنت عايش بسكينة زيادة عن لزوم بعمر 11-12 سنة قلبت فؤاني تحتاني 180 درجة أصبحت ذلك كالولد العفريت المشاغب بيركب تربيش اللي عنده روح روح النكتة ورياضة وإلى آخرية وكلها والإخبار فقلبت هلأ أنا خليط من هالشخصيتان يعني أوقات بستثمر ذلك الولد العفريت أوقات بستثمر ذلك الولد الحالم الهادي المفكر بلا شاء شو اللي قلب قلبك من 10-11 كتير حلو سؤالك رخبرة خبري بعمر الـ 8 من 9 سنين 9 سنين صار معي شي صحي وهذا شي صحي قعدني بالبيت أشهر ما روح على المدرسة ولا شي ولا ألعب مع الأولاد ولا 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 كنت اطلع اطلع هيك على الشباك لقى الأولاد عم يلعبوا وأنا مش قادر كون معون حسات بي ما بيخفي عليك حسات هيك بتخزين انتقامة من الحياة أنه بكرة بس أنا صح رح قفلوا تفرد فالتي وهذا اللي صار صار عندي جوع للحياة مع أنه فترة صغيرة انتبه مش مش كبير بس أنا بوقتها قلت لك كنت ذلك الحالم وعم فتش بدون ما أعرف ولد باللاوعي بس هايدي الشغلة إذا بدأ أخد إيجابيتها عززت عندي حبي للفن فأنا قاعد بالبيت حطها الأفلام الفي أتش اس وأحضر أفلام أحلى هدية عندي لما جيب لي كوفري مثلا مجموعة تشارلي تشابلين مثلا أقعد أحضره كل نهار وبصمون للأفلام عززت عندي إذا بدك المعرفة بالفن والتعمق بحب الفن فلما رحت ففتحت على الحياة أخدت معي بجعبتي هذا المخزون من محبتي للفن ومن معرفتي يعني أنا كنت بعمر كتير صغير حافظ أفلام حتى رفقاتي مش حاضرينة حافظ مسرحيات من الألف لليه بعض من رفقاتي ما بيعرفوه صار عندي مخزون كتير منيح فنيا لأنه هذا كانت سلوتي الوحيدة فيما بعد أصبح شغف الأكبر وأجمل ذكرة من طفولتك أجمل ذكرة من طفولتي لما كنت مسل أطلع على المسرح كم عمرك؟ أول مرة طلعت على المسرح كان عمر أربع سنين طلعت على المسرح وعملت هايك حركة عفوية الناس ضحك وزقف وهاك فحسات بوقتها بإذا بدك سلة القرابة بيني وبينها الخشبة وطبعا باللواعي كنت كتير صغير فهمت متعة إمتاع الناس جابوني أنا لأن كان بدوا ندور ولد بالمسرحية فنققوني أنا فاتوا على الصف ونققوني مش هون الخبرية؟ خبرية فيما بعد صرت حب أنا أعمل مسرحي الخاص يعني جمع الأولاد لما كبرنا شوية وفتحت على الحياة صرت جمع الأولاد أولاد الحي في ورشة كانت عم تتعمر بناي بعيدة عن باتنا شوية نروح نسرق الخشبات تبع الورشة نعمر فيهم مسرح أنا ورفقاتي وكان عنا شاب صاحبه لبي نجار فيجي يساعدنا أوقات نعمل مسرح ماكن واكتب مسرحية ومرنن عليها للشباب ونعزم أهلينا ينزلوا أهلينا من هالبنايات كل واحد يجيب معه كرسته عشرة مش عناك راسي وشو كانت الدخولية؟ كنا نحط صلي على الباب يحطوا فيها شوكولات هادي كانت الدخولية وتخلص المسرحية ونتقاصم الشوكولات ونحتفل هادي كانت من أحلى الذكريات أنا وإخواتي اختلارة وخي نيكولا وبعدين فيما بعد جيت اختلارة أصغر مني بعشر سنين كمان صار تمثل معي بشكل احترافي فيما بعد فمن وقته كان عندي حب المسرح وإني أخلق عوالم وشخصيات وعلاقات مع الشخصيات ونعكسها للناس وكنت حب اسمع ردة فعل الناس من ضحكة من زقفة من إصغاء فكانت كانت بالنسبة لإلي وما زالت هذه المتعم رفقتني لهلأ على فكرة أنس بحكيك صراحة أنا عطول بقول له أنه عظمة هذا المجال المسرح وفايت الناس لعندك عرفتك عم تكذب هذا مش دورك هذا مش أنت ولكن قد ما بتشتغله بصدق بحقيقة علواه بتصيبهم للناس وبتخليهم يصدقوا بخليهم يبكوا معك نحن منحضر فيلم بيموت البطل بالآخر منبكي نحن منعرف أنه ما مات هذا تمثيل بس شو بيخلينا نبكي؟ أول شي صدقه كممثل إذا كان صادق شغلة تاني خوفنا على حالنا يعني حلاوة المسرح أنه مش بس منبر ثقافي وفكري وترفيه منبر تواصلي يتواصل مشاهد مع العمل ومع ذاته من خلال العمل بيقول موليار أكتر حدا دحك على مسرحية البخيل هو البخيل بحد ذاته لأن رمل العل اللي فيه على الشخصية اللي عم يشوفه فأصبحا يتفاعل مع ذاته هاي المراية الناصعة اللي اسمها المسرح المراية الكبيرة المجتمعية والجماعية والفردية هيدا إذا كانت ناصعة فيها تغير كتير وتأثر كتير لأنه أنت أمام المرآت تتصالح مع شوباك إذا كان عندك إيجابيات بتثبتها وعندك سلبيات بتحاول بتحاول أنك تلغيها فأنا كل اللي بعمله إني بكون مراية ما أني مصلح اجتماعي لأن أنا مثلي مثل الناس ما عندي أدوات الإصلاح ولكن أنا الفرق أنه بقدر حول هواجس وجدليات الناس وصراعاتها وتناقضاتها إلى مشهدي ما وهذه المشهدية بيجوا الناس بيشوفوا حالهم فيها يعني شوف شو حلوها المهنة بتحول الناس لورق من خلال السكريبت وترجع بتحول الورق لناس من خلال الممثلين وبيجوا نفس الناس بيتفرجوا على حالهم عرفت ألاقي؟ والحلو المسرح بيوحد المشاعر كنت عم بيحكيك أنا وصغير كنت أحب إسمع تفاعل الناس يعني تخيل بيجوا أنا عندي بالمسرح بالشاتو دريانوب بيروت ستمائة شخص جاي كل واحد من منطقة وقويت من بلد ومن بيئة مختلفة تب لاش بيتحكوا مع بعضهم؟ وبيبكوا مع بعضهم؟ بيزقفوا مع بعضهم؟ وبيصغوا مع بعضهم؟ لا معنات القواصم المشتركة الإنسانية هي هي وينما كان؟ بيغض النظر على العنوان طبع بيئة البني آدم فأنت كبرفورمر أو ككريايتف شو شو شغلتك؟ شغلتك تبحث عن القواصم المشتركة بين الناس وتحولها إلى مشهدية صادقة دون أن تكون واعز ودون أن تكون محاضر ودون أن تكون متمرد ومتظاهر فالمهمة معادة لمنها هنا صعبة بس متعتها متعة إذا بتصيب فكرة توحيد الناس على نفس المشاعر وبتسمع هذا التفاعل بتعرف أنه أنا بسمع الصمت عند الناس أكتر من الزقفة ومن الضحكة في بعض الأحيان هيك لما بتقول أنت جملة معينة وبتحس فيه بالصمت طبعا حكي كتير تفاعل قوي أنرجية تحسها للأنرجية بالصمت اللي تعوش تسمع النفس وعم تحكي بحالة جماعية مش بحالة فردية برجعوا بيتحكوا مع بعضهم برجعوا بيزقفوا مع بعضهم فالإنسان إنسان بيهواجسه وبجدلياته وبقواصمه مشتركة أنت على هيك تجمعه كفرد وتجمعه كجماعة فشو بتعمل هون؟ تعزل مشاعرهم هاي مرة قلت مع مع صديقك معين ومدية بسردة إنو الفنان شغلته يعزل مشاعر الناس ويعملها بقالب جديد كيف؟ تنزل أنت على شط مليان بحص عرفته هاي البحص مبروم الحلو ملايين البحص نقق وحدة تاخدها تغسلها تحطها ببوكس إزاز تعملها ضو معين فبصير هي إلا كيان قائم بحد ذاته هي موجودة بلا جميلتك موجودة بس إنت شو عملت؟ عزلتها ضويت عليها وحطيتها بقالب خاص جديد صارت كيان قائم بحد ذاته فايما بتمرق الناس عشرة البحص ما بتنتبه لبان المليين بس لما بتعملها هذا القالب وهذا الضوء صفت ليفتي للنظر وهذا المسرعة مزين يا جورج السؤال اللي بعده أصعب لحبة في طفولتك كتار لأنه أنا ولد حساس كنت جدا يعني ممكن شغلي بالنسبة لغيري بسيطة جدا أنا حس هالقد ولكن رح قللك شيء ورح تستغربه يمكن أول يوم مدرسة نحن ع أيامنا ما كان دارجة الحضانة ما برشو بقلولها بالإنجليزي قبل المدرسة ما كان دارجة فأنت تروح دغري أربع سنين عمرك دغري على المدرسة على مجتمع كبير أساسا أنت طلعت من شلوك من الدفة طبع بطن أمك ومسقع وعم تبكي ما بتلحق تتعود على دفة من نوع آخر بالعائلة على بطن أكبر شوي يلي هو البيت بياخدوك على مطرح مسقع أكتر يلي هو المدرسة المدرسة بكل تنوعة تنقضات وقوينينة يعني أنت وكتير صغير بيقولولك متل ما إلك حقوق عليك وجبات بدك تدرس على الوقت وتأكل على الوقت وتحفظ على الوقت وتسمى على الوقت وتفوت على الحمام على الوقت وكله بصير مبرمج بشكل أنه أنت بيبلش السيستام ياكلك بها العمر ياكل من عفويتك من حقيقتك من حريتك وتبلش تتعرف على الناس وأنت مفكر أنه عالمك هذا القوضة طبعك بالبيت وألعابك وأهلك وأريبينك وستك وجدك تفكر أنه هذا العالم كله مرة أنا كاتب شغلي بتقول رجعي هيك الأيام رجعي عخي للأوهام رديني أنا طفل صغير عيونه بتلمع بالأحلام رديني أنا طفل صغير بيت شيطن وما بينلام رديني ديني بعيوني كبيرة صغير الديني هون رديني عقودة صغيرة حدودة كل الكون شلحيني بهيك الحي رديني مش فاهم شيء لكن عارف شو بني رديني صوتة الستة اللي كاني نسيني الديني شلحيني على هيك السرير لغمد عناية ونام هاي الطفولة اللي عم بيحكيك عنا أيام ما بنتهجر منها نحن و بقلبها تجي قصص أكبر منك إلي علاقة بالسيستام إليك وقفها وتعالى عندي ومشي بالصف فاهم ما مرأ لحظات صعبة جواباً على سؤالك صعبة بالمعنى بالمعنى الترديشنال للكلمة بس أنا كل يوم كنت مر بلحظات صعبة إلي علاقة بحريتي بوسع خيالي وبضيق بالمقابل ضيق السيستام اللي أنت عايش فيه مهم حتى سمعت ومم سمعت جريت أنك كنت ما تحب طولك وشكلك ايه تعرف لاش؟ لأنه كان فيه نحن نسميه تنمر صارنا نلاقي له أسامة علمية إذا واحد مثلا بالزمنات كان يقول له كسلان بالمدرسة يقول له كسلان إنه إذا علاماته مش منيحة هلأ صار اسمه صعوبات تعلمية كنا نقول له كنا نقول إنه إحنا من نكت ع بعضنا أو نتمسخر ع بعضنا هلأ صار يقول له تنمر صار إلا أسامة علمية فأنا كنت جدا حجم صغير إن كان بالوزن ولا بالطول وبتعرف المجتمع والمدرسة منهم بتعرض للتنمر لما فتت على بطن الحوت متل ما بيقولوا واقعدت وقتها ما رأت بظارف صحي واقعدت ببطن الحوت وطلعت من بطن الحوت طلعت أنوي الانتقام مش من المتنمرين مع الطريمة كلنا كنا نتنمر على كله كله كان يتنمر على كله طلعت وديكون أقوى من القصص اللي حيبستني على الفاضي واستثمرت هذا الشكل وهذا الطول وهذه الرفاعة بيه باللي بعرف أعمله فصارت عدة القوة عدة الشغل تابعي الوسيلة تابعي اللي كانوا نقاط ضعف أو كنت مفكروا نقاط ضعف أصبحوا نقاط قوة قوة فيما بعد تشوف نفسك جورج انطوائي أو اجتماعي الاثنان الاثنان الانطوائي لقبل 11 سنة ما زال موجود فيه والاجتماعي لبعض 11 سنة كمان ما زال موجود فيه شغلي العلاقة بمزاجيته كإنسان كفنان بحكيك صراحة وأنا أؤمن جداً بهوى الفنان اللي فيه كتير بصدق بصدق مزاجيته لأن ولا مرة قليلا ما يطلع معه حق إن كان بالناس أو بالحكم على انرجي معينة يعني ما بحكم على أشخاص على فكرة بحكم على طاقات فهمتها ليه؟ ما زنبو هو تراكم لشروط حيات عملت له هالطاقة هالطاقة يا بتناسبني يا ما بتناسبني بكل بساطة فأنا أؤمن بإلهامي العاطفة المربوط بال إذا بدك بالشق الفنان اللي فيه و برجع بإلك شغلة ما زلت حتى الآن لما بكتب أي عمل فني أو لما بخلق شاء له علاقة بالفن إن كان نص أو تمثيل أو إخراج أو موسيقى حتى لأنه أنا من باجروند موسيقى بوعي كل المراحل اللي مرأت فيها بحياتي باستحضرها وبتكتب معي مش نهيك أنا مسرحي في لبنان مسرح شعبي للجمهور العريض لأنه بلا وعي وبعدين بالوعي بصير تقصد إن طال كل شرائح المجتمع وأنا عشتهم عشتهم بالصفات وعشتهم بالطبقية يعني أنا عشت من طبقة كنت بطبقة وسطة عشنا في بعض الأحيان ما دون الطبقة الوسطة أيام الحرب عشنا ببحبوحة فترة عشنا بحكيك طبقة اجتمعية مادية فيما بعد أنا عشت أنا ابن الشارع كتير غرفت من الشارع بنفس الوقت أنا اشتغلت على حالي ثقافيا أنا لدي ثقافي لا بأس فيه الثقافي منستني الناس وهمومها ما بعدتني عنهم وهموم الناس والشارع ما لهاني عن ما بعدني عن اهتماماتي الثقافية طلقيني خلطة بعكسها على شغلة وكل المراحل قلتلك المرأت فيها بحياتي القادمة والأزعر والأمة والجاهل والمثقف والمتعلم والغبي والزكي كلهم بيمرقوا معي بشغلة بس مين بيقود كل هذه المراحل؟ الولد اللي فيه هذا القائد طبعا كل شي أنا بعمله إله علاقة بالخلق لا لأنه بيستثمر بعفويته وبيصدقه بحكيك بكل صراحة ولما بتصير متمكن بفن التمثيل أو الفن الأدائي المشهدي بصير تعرف تستثمر شو عندك من غراض جوه بسرعة وباحتراف أكبر إيجابي أم سلبي؟ اتنين صراحة ومربوطة بأول سؤال سألتني بالحديث يلي هو كيفك؟ هو حسب كيفك؟ عرفت شو؟ حسب كيفك؟ وما حدا بيقدر يقول لك بالمطلق أنا منيح أو بالمطلق أنا مش منيح مش إن هايك ما في يقول لك إنه أنا بالمطلق إيجابي أو بالمطلق سلبي مش إن هايك بيقول لهم لتلميزي بالجامعة لما بتكتبه شخصية ما فيش شرير بالمطلق وما في خير بالمطلق اتنين اتنين إنسان إنس بلاس إنس صح لا لا نحن بسراعة ترابة روحي كل الوقت روحك جدا كبيرة وسامية وجسمك جدا صغير وترابة بسبب تفاعل الطبيعة ملتقيين تخيل ملتقيين وبدك كل الوقت توفق بيناتهم شوف مالة مهمة يعني مهمة صعبة 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 جدا فهيدي بتنعكس كمان على شغلة بيقول له إنه انتبه ما في شر بالمطلق ما في خير بالمطلق ما في إيجابي بالمطلق ما في سلبي بالمطلق ما في منيح بالمطلق ما في عاطل بالمطلق فكله نسبة وعلى إنسان جدا حساس من طفولة الليل الحين بكل هالمشاعر اللي فيك هل جورج على هالأمواج اللي انت تمر فيها في حياتك هل تمر وايد في اكتئاب هل أبدا مريت في اكتئاب وطلعت منه؟ ما وصلت لحالة الاكتئاب بقدر قللك انو وصلت لحالة الأحباط اه؟ كتير ولكن من كان ينقذني؟ طفل الفن كان ينقذني على القليلة كان يبنجني بنج عمومي هادي في أبسط الحالات في أحسن الحالات كان يأخذني إلى حلول كان يأخذني إلى حلول للخروج من هذا الأحباط اه؟ اكيد ما رقت طلوع ونزول وما زلت وبي يوم واحد فيك بساعة واحدة تمرقب طلوع ونزول ما في شيء ما في شيء بإيدك لأنه انت قد ما تكون متماسك وعامل الهالح لهالح فيه شروط شروط حياة متأثر عليك قد ما تكون مركب عازل فيه سؤال يمكن للفنانين اللي بيشوفون الحوار هذا والناس اللي يحتاجون إبداع في شغلهم خصوصا إبداع حتى في حملات تسويقية ولا إعلان ولا في البيت وايض من الناس المبدعين يوصلون مرات لمرحلة يسمونه حاجز في الإبداع خلاص ما عارف يكتبوا يوقف يكتبوا ولا يمنتج ولا كذا أكيد يمكن أنت تمر في هالشي أتوقع فسؤالي أهو الشي هل أبدا وصلت لهالبلوك هذا نتقول لازم أفصل لازم أغير جو اللي أنا مالي مزاج أكتب هو منو بلوك هو تعب تعب جسدي ونفسي بيخليك مش عام تعرف تستثمر بما لديك أنا بقول إنو الفناني الحقيقي مثل النبع ما بيجف ولا ممكن هي مسألة تعب وعدم إدراك بما تحمله أنت هلأ وعدم استطاعتك عترجمته بس إلا إذا فرض عليك خلق شيء ما فرض يعني يعني مثل خياطة الستاتة إنو خيطلي فستان بها القياس بها الطول بها اللون بها الخسر بها الكتاف أوقات تضطر لتكفي بحياتك لتقدر تعيش وتعمل إنكم معايا هزا الفرض بيعملك تعب نفسي بيقدر يخليك إنك تعمل بلوك بشكل أو بآخر ولأنو حريتك كمبدع محجمة محجمة ومفصلة على إياس طلب ما رائد حلو شو معنى النجاح بالنسبة لك؟ وإنك تلمس تلمس ما يلي كنت تطمح إنك تلمسه كل بساطة هم بس كمان وصلت لقناعة إنه أوقات الطريق أحلى من الهدف بحد ذاته جدودنا الأوائل البحارة كانوا مفاكرين إنه هذا الزيح ما بين الشمس ما بين السماء والبحر ما فيه الزيح كانوا مفاكرينه هيدا لحدود فكانوا يبحروا عليه وكلمة يقربوا كلمة هو يبعد فنجاح بالمعنى الكامل للكلمة ما فيه أنت بتقرب وهو بيبعد النجاح الحقيقي هو الاستمتاع بالطريق لأنه ما فيه هدف ثابت كل هدف هو باب إلى هدف آخر هم جيدا شو هدفك المقبل؟ الباب المقبل؟ والله تمني ما تعد هدف صراحة تمني أنه بلاده تستقر وتعيش بسلام صراحة لأنه بكذب عليك إذا بلادي مش بيخير أنا مش بيخير إذا ناسي مش بيخير أنا مش بيخير إذا إذا أمك مش بيخير أنت مش بيخير ف آخر ثلاث سنين فزاعت أنه أفقد هذا الرحم يلي اسمه الوطن الهوية الأرض المطرح اللي خلقت فيه وربيت فيه أصحابك فيه أهلك فيه وجدودك فيه فيه ناس بتحبهم متفونين فيه قبل كل شيء قبل كل شيء بردي يصير بخير لأن ما فيه عيش فلد ما فيه عيش بلا جزور 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 فيه نوعين من الناس فيه ناس مثل الطيور فيه ناس مثل الشجر الطير ما فيه عيش إذا ما هاجر والشجر ما فيه عيش إذا ما شلش أنا من نوع الشجر صراحة إذا أرضك مش بخير تحس بياباس بقلبك وبعقلك فهذا تمني لأنه منه بأيدي بعمل وجباتي على صعيد شخصي وبتمنى أني قاعد اللي حولي إذا فعلا عم بعمل شي منيح إله علاقة بشغلي فإذا بدنا نسميه هدف بالمعنى التقليدي دا الكلمة خلنا نقول إنه هدا هدفنا كلنا كجيل هلأ أنا وأصحابي حكين كتير بالموضوع رفقاتي بيشتغلوا بالمجال من عمري من جيلي إنه تعطن نتعالج إنسانيا لنقدر نرجع نبني بيئة مصدرة للفرح وللفن ولل 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 شو معنى الحب بالنسبة لك؟ هو العدالة في هذه المنظومة اللا عادلة الحب بيعمل لها عادل هم يعني إذا أنت عندك ولد رح أعطيك مثل بسيط بس بنفس الوقت إله دليلاته إذا عندك ولد من زوية الإحتياجات الخاصة والمجتمع مهمشه ورافضه كيف تعمل له عدالة إنت؟ تحبه إذا حبيته مظبوط تفرض هذا الحب علىك وعلاه وعامو حيطه وهذا اللي عملته بفيلم غادي أنا اللي بيحكي عن باي عم بيجرب إنه يدمج ابنه بمجتمع رافض لابنه لأنه ابنه من زوية الإحتياجات الخاصة هيدا الحب الأبوي هم عندك أنواع من الحب حب الغرامي يلا إيه لو بيعمل لك توازن أنت بس تحب ما بتحس حيلك متوازن ما بتحس حيلك إنه بس هل هذا التوازن أم نشوة والنشوة غير توازن هذا بيبط الحب بصير حاجة خبرة خبرية وهي أنا مختراعة إيه ركز معي نجلي أنت بتكون ببحر محيط عم تغرق عم تغرق بتجي خشب هايك هالطخن خشب كبير وجاي صوبك أنت شو بتعمل بتطلقت فيها تصير ملقت فيها وغمره وشادد لا لأنه أنت بحاجتها وهي كل حياتك لما توصل على شط الأمان عبر الأمان شو بتعمل؟ عندك شغل من اتنان يا بتكبها بالماء وبتكفي يا بتحملها صليب كل حياتك فأنت لما بتعمل علاقة مش لازم بتعملها عن حاجة لازم تكون الشريك إضافي بحياتك مش حاجة لأنه أنت كامل هادي أنا نص التاني أنا ها ما بقامن فيها شو أنت أنا بلاك نص وأنت بلاي نص لا أنا كامل بحسناتي وإيجابياتي وأنت كامل بحسناتك وإيجابياتي نتلاقى أنت إضافي بحياتي وأنا إضافي بحياتك مثل عمودان ما بيقول جبران خلي جبران عمودان كل واحد واقف وحده هون شو بيجمعون؟ العلاقة الشيء الثالث يلي هو الأنترا يجمعون؟ إذا وقعت الأنترا لهو بيوقع ولا يوقع الشيء الثالث بس نحن كيف نرتبط؟ نرتبط هاك عمود فوق عمود إذا وقع واحد بيوقع الثاني أعرفت علي؟ وهذه المشكلة بمفهوم الارتباط عندنا لأنه منرتبط لأنه حاجة تايمينج معين ها النشو اللي عم تحكي عنا يلي هي بنت الحاجة بس الحب الحقيقة إيه إيه؟ أنا برأي بيجي من تكامل بالإضافات كل واحد شو عنده شو عم بيضيف للتاني لدرجة أنه إذا فلت هذه الإضافة أنت ما بينقص منك شيء أو العكس أنا وائد المفهومي قريب يعني أنا وائد ضد اللي هذا الشخص يكمني أنا بدون أموت هاي كلها توا يعني الإنسان هذا مش واعي أنه عنده مشكلة ولازم هو يحس أنه هو كامل قول ما يضطر للعلاج صح هو يشوف أصلاً مش مش دنب الإنسان أن أنا أشوفك دوا هو مش دوا هو إنسان صح بس أنا أشوفك أنا بدونك ترى جورج لو أنت مو بصديقي أنا بدونك عصبي لا حبيب أنت عدل عصبيتك صح أنت ما تحتاج جورج عشان يعدل عصبيتك صح فهل هاي جداً خطر عشان مثل ما أنت قلت توصل على شط البحر خلص أن عدلت الموضعي أنت بس تبطل بحاشته يا بدك تكبه من حياتك لأن بد يصير عبق صح بس تبطل بحاشته بد يصير عبق بيبطل إضافة عرفت؟ في قلت أنت شيء وايد حلو حتى بالإنجليزي كنت شايف الفيديو يقول بقول بالإنجليز والعرب يقول I should not want to need you I should say I want you مئة بالمئة أنا ما أحتاج أقول لك أنا أحتاجك بحيلتك أنا أرغب فيك أريدك 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 أريد رفقتك أو أرغب في وجودك بجانبي مش أحتاجك في مثل الإنجليزي بيقول لك أنه اللي بيعرج بيسند حيله على العصا أول ما يصح شو بيكب أول شيء لا فأنت ما بدك عكايزة بحياتك صح أنت بس صح تكب تعرف كنت أفكر وأنت تتكلم مثل السيارة اللي اللي مركبة صح خلينا تخيل أن تخيل سيارة حلوة مكينتك حلوة الأويل زين البترول زين العجلات موجودة التواير تمشي تمشي توديك من ألف للياء إذا حصلت شريكة حلوة في حياتك سويت لها زوايد بمبرست وأحلى الكشاف أحسن التوربو أكثر حالا بيزعلوا مننا الصبايا عم نشبههم بسيارات أول عكس أول عكس سيار سيار البنت هي السيارة وأنت الإضافة أنت تسوي المكينة توربو أنت تتحسن الأويل أنت تتحسن الشكل الأيرو دايناميك اللي هو ستوة السيارة بدل ما تمشي 140 كيلو في الساعة مشتها 180 صديقي أعملت مسلسل أنا اسمه برندو الشرق من عشر حلقات على شاهد اللي يقول لي أشوفها شوفوا وبنصح كل اللي عم يشوفونا يشوفوه لأنه هو رحلة بحث عن الذات ولما بيلتقي بالحب الإضافة مش الحب المكمل كتير بيقطع أشواط بالمصالحة مع الذات كتير لأنه أنت عندك نواقص ما حدا ما فيه غابس ما هيك؟ مش شغلة الشريك يسدون شغلة الشريك يساعدك تتصالح معهم ما بينسدوا ما بيروح أو شغلة الشريك أن يصلت تضوع عليهم عشان أنت تروح تصلح طبعا أنت بكتصلحهم بس مش تتصالح معهم شغلة الشريك يساعدك بالمعنى المعنوي والنفسي والشراكة للكلمة لك أنت تتصالح لما بيحبك مثل ما أنت أنت بتصير تحب حالك مثل ما أنت عرفت شو؟ والعكس تمام والعكس صحيح فهذه هي الخبرية صديقي يعني بمفهومة ممكن أنا أكون غلطان أو عم حولها لشعرية ما بس أنا بعتقد منطلق من منطق منطق حتى اللي قلت لي عن جبران خليل مرة كنت شايف فيديو بالإنجليزي كان يتكلم عن أنواع الحب وهو أنت شبهت بالعمود على عمود هو كان يقول يعني مثل أن هذا أنت والشخص الثاني فكل واحد متكل على الثاني فإذا شليت واحد الثاني طاح وهذه أكثر علاقة منتشرة في العالم أخطر أنواع العالم وأخطرها كما هيك بتلاقي الطلاقة كثير تلاقي الخلافات كثيرة تلاقي التفكك الأسري كثير لأنه مفهوم الارتباط مفهوم الشراكة للأسف كمان بمنهجنا التربة والمنزلة نتلقن وغلط لازم نعرف شو مفهوم الشراكة الصحيحة تعرف؟ حتى تعرف وأنت استتكلم كالتفكر عشان عندك هذا وبعدين أتذكر النوع الثاني كان أن كل واحد غير اعتمادي بس اللي مو بحلو أنه ما في وايد بينهم اللي أنت قلت على الاثنينة والأنتنة بينهم هذا كان الثالث بس هو شبهها بطريقة ثانية قال مثل اثنين رقيصة يرقصون بس كل واحد يرقص بنفسه وايد حلو بس إذا اختاروا يرقصوا مع بعض سووا لك قطعة فنية فأنا كنت تخيل كنت بتكتب السكريبت لو في شريكة في حياتك بس شريكة صحيحة بتقول لك جورج لحظة ليش ما سويت بهذه الطريقة تقول هي والله شو هاي تطورتك تعرف؟ والمشكلة مرة تستوي العكس أنت طول اليوم تكتب لو وعت شا بدنا طول لك بس خلاص بس بس خلاص هادي شو سويت فيك؟ تج تعرف؟ لكن نرجع لسؤالك الحب هو مفهوم الشراكي صح؟ يلي بيعمل لك عدل ب بعدم توازنك مع حيلك؟ سجل عنكم مزين هل تؤمن في الصداقة ما بين الرجل للمرأة؟ إن هالصداقة ما في واحد منهم عنده مشاعر يمكن أكثر عن صداقة؟ أكيد بيأمن بالصداقة بس ما بكفلة يعني مش بالضرورة تكون دائما الصداقة صافية هم إذا عندك مشاعر وعم تتخبى بطوب الصداقة هيدا هيدا نوع من خبس صراحة يعني ايامة في علاقات العلاقة بالصداقة بين الرجل وامرأة تلاقيها مخباية بطوب الصداقة تعرف تشورج؟ عشان عشان الموضوع بيمشي وموضوع مهم على قد ممرات عندي زميلات والأصدقاء ويتكلمون هذا صديقي وهذا صديقي أقول لهم والله ما بصديقتش يقول لي لا والله صديقي انت ما تعرف أقول والله أنا ريال ياسا أقول لي شيء ما بصديقتش هذا يدور فرصة هذا يدور فرصة فيه يعني أنا الصراحة يعني أرفع ايدي إن أقدر أقول في بنات في حياتي مثل أخواتي أنا ما عندي أخت فهم لعبوا دور الأخت في حياتي وحبيتهم مثل أخواتي وانا كمان بس كمان برفع ايدي وبقول إنه في بنات علقت فيهم تخطت الصداقة ويا نسحبت من هذه الصداقة يا بدرت لتكون شيء غير صداقة فهمت شو قصدي؟ أنا أنت كنت صريح فقضيت على الخبث لا ما فيك مش منيحة بحق حالك أنت أنت ما بقيش مرتاح صح شو هال ملعنة هايدي يعني يعني إنه صح لو ما بدك توس أنا بقدر لاطتا تلاقي مثل ما قلت أنت المخرج يعني تتفوت يعني هاي فهل كنت أقول لهم كنت أقول لهم كنت أقول لهم يعني شوف يوم واحدة تقول لك هذا صديقي أنزين تبقى فيلتر سريع يقول له يودي إيدا وأنتم ماشيين بس يودي إيدا هل بيودا بيحميه بشغف وحب هذا أول بيقول لك لاحظه شو فيك التقي اللي شو ونتي إيدي هذا صديق شو فيك اليوم مثلا تعر بس لو أنت رحتي حضانتي ولا غازلتي غازلتي وهو ماشي معاش معناتك كل هالوقت كان ينتظر هالفرصة معناتك كل العلاقة مالتكم اللي أنت قلت بطريقة أجمل عني قلت بثوب الصداقة ولكن يمكن الصداقة كانت من منبعها بس من طرف واحد الطرف الثاني ماشي معاش بس خلينا ما نعمم وما نظلم فيه ناس يمكن بتبلش بصداقة صداقة حقيقية وبترجع تكتشف مشاعرها صح مع هذا الإنسان صحيح مش غلط الغلط أنك تستمر أنك تتخبّى وراء أصبعك لأنه فيه أنا كون مثلا بنتقر فيه تعقسة زميلتي بالعمل وهيك وبعدين حس أنه فيه إضافة ما عم بتصير معي وعم تكبر هذه الإضافة وعم حس الله شي مش غلط أبدا صارت معي بس يا بعد يقرب بس ضلك اجرب الفلاحة اجرب البور خطرة خطرة عليك على نفسيتك على سلامك كنت ممكن نحكي بأول حلقة صح راحت البال اللي كنت أقول بعد أقول له هم أقول يعني يمكن عشان خصوصا البنت في هالأحيان البنت مرات تتمنى يكون عندها يمكن رجل صديق ينصحها ولا يعطيها منظور من ريال غير عن منظور المرأة فهي تتمنى هي على نياته وتقول يا ريت والله هالشخص يعني مثل ما أنا شوفه صديق هو تشوفني صديقة ما تعرف أنها ذاك مثل ما تكلت عادي خبيثي يقول يالله انتظر الفرصة فهي مسكينة يستشوف الدنيا من العدسات اللي هي لابستنها أنا شوفه صديق أكيد هو يشوفني صديق هو يستعاملني كصديق ولكن فبس مثل ما قلت في سيناريوات غير عن بعض في سيناريو اللي تبدأ اثنينتكم ممكن أصدقاء صحيح السؤال انت مو متزوج لا من زين إذا انت خلا نقول فرضا متزوج وعندك شركة حياة وخنت شركة الحياة خنتها بعلاقة ثانية ومستحيل تعرف أنك خنتها هل جورج يقول لها ولا ما يقول لها لا أول شي سؤال افتراضي كله سوا ايه افتراضي افتراضي جدا يعني ما بقدر جاوبك جواب إلا افتراضي للك صراحة لأنه ما بعرف أنا إذا وأنا بجرب إنه التزم مع إذا مجوّز مشن هيك بعد ما تجوّز لأ أنا ما بعرف التزم هاااااااااا أكيد ما بقلا لأنه إذا عن جد بحبها وبعد إياها وما بدي إخسرها بس أنا بفكر ما بدي إسمح لحالة إنه إذا بدي إسمح لحالة شي يعني بدي إسمح لإله وإلا بكون ذكوري وأناني للآخر لذلك ما بسمح لحالة إني أغلط لما بكون بإلتزام مش نايك أنا علاقتي ما كتير بيطولوا لأنه بس حس إنه أنا بدي زيحن الطريق بجرب إني يوقف العلاقة بشكل أو بآخر للك بكل صراحة نا جوابك حلو لونك المفضل بالقبل كان أسود الأسود كتير تحب الأسود بس بعدين والله رجعت صالحت مع كل الألوان وليقيت كل لون اللو رونه مثل البشر يعني هابك تقلي إنه الشخص المفضل كل الإنسان عنده ميسته عرفت؟ تشوف أنت شو بيه البق لك مهم كمان شو بيه البق لك إن كان بالحياة وإن كان كلوني نزي بس حاليا لو أنت تشوف تقول لي أنا سوالله هالفترة أفضل لون عندي هاللون لك الغوامة الأسود مثل منك شايفني هلأ بالصيف الأبيض زي مغدامة نحن في الأسود ثلاث أسباب ليش تحب اللون الأسود؟ بحس بيه البق لي يعني فيزيكلي بيه البق لي بعدين أنا بعكس الناس ما بحسوا شي حزين أو بيغطط على القلب أو لا بحسوا لون شاعري صراحة كمان بحسوا لون شاعري بيشبه الليل يعني أحلى أنواع الإبداع بتطلع بالليل السهر بالليل، الترب بالليل، الحب بالليل، كله القصص الحلوة بالليل فالأسود بيشبه الليل، ما بعرف الليل إحنا من منحسبه رمزيا إذا بدك شي بيقولوا له سوداوي حتى إذا بده يهدتوا واحد إنه متشائم بيقول له لا سوداوي مش بالضرورة يعني بس بحب الأبيض كمان يعني عم قل لك بالصيف بلبس بلبس أبيض أنا كنت حابب إيجي لعندك اللي يبس أبيض بس قلولي الباكراوند أبيض فمطلع أبيض بأبيض نزيل، والأبيض ليش؟ كمان يعني كمان في إلو شاعريت وإلو إلو 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 هكي الوهش تابعه، الوهش تابعه هلأ أنا قاعد أنا وإياك بستوديو أبيض مش قادرين نفتح يولنا مظبوط أنا وإياك لأنه فيه وهج بتحس حولك كرفت فإلو وهجه الأبيض وبينعكس على الأشياء بشكل حلو حيوانك المفضل ما بحب الحيوانات إنه ملازم يكون عندك يعني موجود في الغرب إن شاء الله تصدي إنه ما بحب ولا حيوان حتى على الشاشة ما بحب الحيوانات ما في مثلا حيوان تقول أنا محروم من هالمتعة صراحة للأسف ما بحب الحيوانات تفرج عليهم إيه؟ يعني أنا كتير بزعل من من منظومة الطبيعة صراحة الحيوانات بالغابة كتير بتشبهنا يعني الطبيعة بتاكل بعضها يعني النمر بس يجوع بيأكل الغزال والغزال بس يجوع بيأكل الأرنب والأرنب بيأكل الصوص والصوص بيأكل النملة بس كله نسبة يعني يعني بيقولولك النملة بتحب الحيوانات الأليفة مثل الأسد والنمر بس تكره الحيوانات المفترسة مثل العصفور كله نسبة فما في أي حيوان يلفت انتباهك؟ يعني الطير الطير الصقر؟ الطير أي نوع من طير؟ طير هايك الفيرد جناحه وهيك يعني أوقات بحثه على حريته مثل ثلاثة سبابلين ليش الطير؟ أولاً بيعطيك شعور بالحرية خير إلى أنون الجاذبية يلي نحنا ضغطنا نزور يعني نحنا منحلم باللوعي طبعنا منحلم نطير عطول يما منخفى ومنحلم أنه طيرين صح عرفتها ليه؟ هيدا أنون الجاذبية كبسنا مع الأرض ما تستهنوا غير أنه نحنا لحموا دم ووقت عندك ضغط نزول صح فهو عكس الضغط حر حر من بعدين الطير حيوان شاعري يعني أداء نكتب أغاني وشعر ورسائل مثلاً عنا بلبنان الغنية لو ديا الصافرة حلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفاي بالنبعات كاتبينا الأخوان الرحباني أو يا طاير الطاير قل له حق الفرق اشتقت له أو يا طاير يا طاير على تراف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بني تحسه مرسال كنا عم نحكي ديك الساعة يعني مرسال و بنفس الوقت إله علاقة بالجزور يعني بيته للطاير شجرة هذا المهاجر شجرة مشناك أنت بتكون شجرة ثابتة وترجع تزهر بأول ربيع مهما ما رأى عليك من ياباس طعا إذا هذا الطاير يحب يرجع عبيته يلاقي بيته مزهر من جديد راح نسمع اللي بقولك اللون الله يسلمك هو كيف جورج يشوف جورج أوكي يعني أنت تحب سواد الليل عشان تشوفه شاعري مزين؟ أنت إنسان قلت حتى أحب جمال اللون علي عشان يلبق لي يعني يليق علي وقلت حتى الأبيضة شوفها شاعري وشوفها في وهج فأنت كجورج تشوف نفسك فيك هالصفات كإنسان الحيوان اللي تعب له معاك عشان طلع حيوان الحيوان اللي هو الطائر يعبر عن الحرية اللي عكس الجاذبية اللي ماكلت إنا والمهاجر اللي يدور شجر والحر وشاعري بعد قلت إنا الطير شاعري فالحيوان هو الشريك المثالي لجورج والصراحة أظنية صح يعني أنت بقى واحدة شاعرية تبقى واحدة حرة ما تقيتك تخليك تحصي حر بس ما ترجع عليك ما تكون في حياتك كل يوم يمكن تتعب نفسيا لو كل يوم في حياتك وشاعرية ويمكن مش مقيدة بحواكم الدنيا لا ضد الجاذبية يقولني ربك ضبطت معك لو جورج تقدر تعلم أي طفل في العالم درسه واحد فقط شو بتعلمه؟ ايف؟ صعب هالسؤال بس صعب لأنه بده تفكيره ما بده تحصر منهج تربوي بدرسه واحد يعني ما النهاييني شعور يعني علمه يحط حاله مكان الآخر بس تعاطى بس مغضم ما هي حتاج تزيد اهم شيء فقط لغير لا تفعل بالغير ما لا تريد أن يفعل غير بك صح لو عندي سؤال افتراضي لو عندي رسالة فيها تاريخ وفاتك أعطيك تفتحها ولا لا؟ افضل لا بفضل لا لماذا؟ 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 عم تحرمني عيش اللحظة هادي اللحظة اللي ما بملك غيرها عم تحرمني عيشها لأنه بدي يصير حتى إذا عارف تاريخ الوفاة بدي يصير هادي اللحظة عيشها بمبالغة ما بتشبهها يمكن صحيح صحيح تركع على الله كوبي بيست ها؟ باخد جواب أضبق عليه دعم أنا معك السؤال أعرف جوابك لو جورج عندك طاولة عشا وتقدر تختار ثلاث ضيوف من أي لغة من أي زمن أموات أم أحياء يتعشون معك العشا منه الثلاث اللي تختار معك شارلي شابلين بس ما يتكلم ويد بأفلامه بس هو اسم الله علىه شارلي شابلين شايكسبير مالير حالة كنوية اربعة ولا ثلاثة بس نسويليك وسط نسويليك وسط يبكر سيزيادة على هلزة الثالث سأقول لك ثلاثة بس موليار موليار هلأ سأقول لك لاش شيكسبير ملك للترجاديا موليار ملك الكوميديا والوجان طبعا المسرح تشوفوا العلامة الضاحك والحزين الترجادي والكوميدي إن بيعكسوا الحياة الوجه اللي بتشوفوا الدمعة بعينه والبسمة عتمو هالحياة شيكسبير يعكس بيعكس الترجاديا في الحياة وموليار كان يعكس نفس الحياة الكوميديا لذلك أن كتبت مسرحية مرة اسمه شيكسبير يقابل موليار عن كاتب مطلوب منه يكتب كوميديا وهو حزين زعلان مش قادر يكتب كوميديا وهو مثقف جدا وعايش بمكتبة طويلة عريضة وعم بيحاول يكتب كوميديا عم يطلعوا معه ترجادي فبيطلع له شيكسبير من المكتبة وبيقل له شو بدك فيهم كتب اللي انت بتحسه طيب يبقى عملك كتب انت بصدق وشو بدك بالكوميديا هالكوميديا شغلة رخيصة للسطحيين بيطلع له موليار من تاني مكتبة بيقل له الإنسان عدوه ما يجهل شيكسبير لأن ما نجح بالكوميديا وما بيعرف يعجن هذه الدراما ويحولها لكوميديا لسخريمة مش ان هيك هو بيحارب الكوميديا فبصير بيحارق هذا الرجل ما بين شيكسبير ومولياريا اللي بيعملوا حوار أيهو أهم بالتعبير الترجاديا أم الكوميديا فبإخر شي بيوصلوا لحل انه هات هالمسرحية شو كتبت هات كل مشهد اللي نعملوه دراما ونعملوهو ذاته كوميديا نشوف المسرحية بوجان مش هات رجدي مش هات كوميدي مش هات رجدي مش هات كوميدي بنفس القصة بنفس الأحداث بنفس الشخصيات بنفس البعد النفسي والاجتماعي للشخصيات بنفس النهاية وبنفس العبرة تشمه الحياة شو عمل تشارلي شابلين الليل؟ شخص الثالث المعنى على الطاولة جمعه واخترع نوع محبه كتير اسمه الكوميديا السوداء رجعنا للأسود حرام الأسود ظلمينه كوميديا السوداء لاش؟ لأنه هي على قاعدة درامية ولكن المعالجة كوميديا صحيح وهذه كتير تشبهنا خاصة بالعالم العربي خاصة باللبنان مش هكا أنا كتير بحب هالنوع واعتمدته لأن بيشبهنا إذا فعلا بدي يكون صادق لبئتي وللوجه اللبناني اللي الدمعة بعينه والبسمة عتمه لأنه هو طواق للحياة وإرادة العيش عنده فوق الاتبار ولكن ظروف عم تعاكسه فأنا بدي أمشي على الحبل بين الكوميديا والترجاديا لأنه نحن عايشينا هالعبسية بيومياتنا بتفاصيل حياتنا لذلك أنا بتعشها مع هودة ثلاثة حالو طاولة حلوة متى خيب تظن جورج في جورج؟ كتير كل يوم لك لما بتكون حساس بتكون انفعالة كتير من الأوقات أوقات ردات فعلك بتكون اعتباطية سريعة ما بتليق فيك فبتغيب بظن نفسك بنفسك بترجع بتندم وبتلملم بتعتذر وتسامح وتسامح وكل هؤلاء الأخبار ما بيليق فيك هذا شيء يعني ردة الفعل ما بتليق فيك ولو معك حق بصير حق عليك أصعب اللحظة في حياتك أصعب لحظة في حياتك حم حمد الله هلأ أمي بألف خير بس بفترة فتريت لما تلقات خبر انه عنده تيومر تيومر كانت كتير لحظة صعبة بس حمد الله طبياً كان تلاقيه لحل هذي بالألفين وثمنتعش نحن ألفين وثلاثة وعشرين الله طالب الله الحمد الله ترجع صغير مثل أول يوم مدرسة تلقط بتنورة أمك ما بدك تروح المدرسة ترجع هايك بنفس الموقف بس تعرف انه حدا من أهلك ممكن يدقه شوكين بس حمد الله الحمد الله آخر مرة بكيت هلا مش من زمان كتير ذاك اه انا بدمع كتير هايك بدمع بس مش ببكي قالي الله ابكي بيقوي يعني قالي الله اجهش بالبكاء بدمع بتأثر كل لحظة كل اي مشهد ما يعنيني يقسرني ممكن دمع له بس مرة بكيت بكيت عن جد بنت رفقتنا من البترون بحبه كتير توفت عمره 42 سنة صديقتي بحبه كتير كانت مليئة بالحياة وفلت بكيت فبكيت الله يرحمها الله يخليك وقريبة صديقة مقربة ايه بكين بحبه كتير يعني عصاعد شخصي كتير ايه صديقة مقربة يعني ربيانين سوا وبين بيه ايه ما تتوقع اتنين واربعين ايه وايد مفاجئ ايه ابدا ما تتوقع ايه خصوصا في هالزمن لو لو لهاالصديقة اللي عزيزة كانت عليك تقل ترسلها رسالة اليوم وبتقرأ شو بتكتب لها كتبت اصلا كتبت هيك شعر صغير انا بس اتأثر بكتب ان كان فرحا او حزنا فكتبت انه بالنسبة لنا بعد بكير بالنسبة لن تأخرت عليهم هن مين هن ال ما عندون سنين ما عندون حزن ولا قنين هن ال ما عندون دموع ما عندون صلاة ولا شموع صاروا هن الصلاة كلها صاروا المدى صاروا الله ماذا كتبت بعد ما توفيت في جمعة سأل ابتراضي لو نقدر ناخذ قلب جورج على كل قصصك ومشاعرك اللي مريت فيه وطلع شو قلب جورج يقول للجورج بتكون جرتني من كلني اذا انت شلت يادي الشقفة بتكون جرتني من كله اذا فعلا القلب هو مصدر العواطف والمشاعر والشاعر بتكون جرتني لانه انا حتى اااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني اعتمد بي 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 حياتي وبقرارات بحياتي وبخطط وبمنهج بحياتي على زكاء العاطفة مش على زكاء العقل أو العلم قل لك صراحة فبتكون جرتني من كل ما أملك فإذا بعدت له القلب حطيته قبالي رح يشوفني حدا فاضي يعني ما بعرف إذا رح يشوفني حتى لو الله يعطيك طولة العمر والصحة لو عندك نعمة أنك تموت بين الأقارب وشوي شوي أنا شوف نعمة أن تقدر تتكلم تقول شو تحس آخر كلماتك بتكون لكل من يحبك لو تكتب تتخيلهم كلهم حولك شو تبا تقول لهم والله اللي بيطلع معي بوقته لأنه أنت ماش ما بعتقد أنه قادر بوقته مش الوعي اللي بيكون عم يحكي اللي هو وعي اللي فيك اللي بقى روحك عم تحكي يعني عمره ألاف وألاف سنين من التراكمات ومن المورسات ومن الجينات ومن الأرواح المتراكمة من فوق بعضها مش مربوطة بعمرك الحالة ثمانين أو ستين أو سبعين أو مية أو عشرين أو أربعين ففي شي يعني هي اللي بتكون أخذي قرار بالرحيل هي اللي بتقرر شو بلا تحكي الروح مش الوعي هلأ أنا عم بحكي أنا وياك بوعي فما بقدر هلأ جاوبك شو ممكن يقول اللي هو وعي بوقتها هم لأنا بقامن أنه الرحيل هو قرار شخص هم قرار من الروح طبعا الوعي بيرفض عطول لأن الوعي ابن التراب الوالدة شو اسمها أو دات أو دات أو دات أو دات أو دات في كلمة بتمنى ما يكون جوابك لشيه أو دات في كلمة أمي على سبب ما أنا عليه الآن سبب قدومي للحياة وسبب منبع كل شي منبع كل شي إذا بدي أحكي ما بخلص لذلك فضل اختصرهم بأهمة وأسمى وأرقى كلمة بالدني أمي بتحس أمك بتشوف المقابلة أكيد شو تحب يمكن تسمعها يمكن ما تقول لها كفاية هي بتعرف لأنه أنا بالليهون حقيقة 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 يعني عيد الأم كتبت شغلي أنا تبادلتني السماء لأنك أمي يعني أنا بشوف كل شي أنا بتوفق فيه وبنرزق فيه هو من ورا نوياها ومن ورا طبعا هي وباية بس الأم إلا تأثير كبير بالتربية صح ومن ورا نوياها الصافية حقيقة مش لأنه أمي بس أنه بعرف كل واحد بيحكي عن أمه بيشوفها أجمل النساء يعني بس أنه أنا عم بحكي بموضوعية عن سيدة ديمقراطية بكل ما الكلمة المعنى أعطتنا هامش حرية كبير مع ضوابط أخلاقية مارينة إلا كتير بالفضل باللي أنا ما أنا علي هلأ والله خير جونج في كلمة من ي habitual مع كل هين حكية المسرح جيııııııııııııııııııııııııııııııııııaaıııı طبعا بس أنا بحوث يعني أنا مش من هولي بيعدو فرد عادي